أهلا بحضراتكم مرة تانية لسه عايشين أجواء طبعا انتصار المغرب على البرتغال والتأهل لنصف نهائي كاس العالم انتم تخيلين الكلمة أو الجملة نفسها المغرب في نصف نهائي كاس العالم فريق عربي إفريقي في نصف نهائي كاس العالم حاجة وحدث كبير جدا جدا بالنسبة لنا كلنا كعرب فبالتالي خلينا نقرب من الصورة شوية في المغرب وما يوحيد كمان بالمنتخب المغربي وازاي قدر المنتخب المغربي يوصل لهذه المرحلة اللي ما كانش حد يتخيل الوصول إليها يعني فنروح عبر سكايب لأستاذة هاجر بخكيك صحفية بموقع البطولة المغربي يا هاجر مساء الفل مساء الخير ومساء الخير على كل السائل المصري والعربي كده أهلا بك يا هاجر احنا فخرين جدا ومبسوطين قوي 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 وعايشين حلم معاكم بنشوف المنتخب المغربي بمنتهى الاستحقاق والجدارة بيوصل لنصف نهائي كاس العالم الأول عايزك توصفي لي شعورك كوحدة مغربية وفي نفس الوقت اشرحي لي إزاي الإنجاز دا تحقق أولا ربنا الخليف شكرا لهذا تأهل ليس للمغرب فقط لكنه تأهل لكل العرب والقرى الأفريقية كذلك يمكن أن أقول أن هذا مثل الحلم ولا نريد الاستيقاد منه نطبخ ولكن للسعب المغربي بأكمل سواء الجمالير أو متصدق الشأن الرياضي خاصة والكل صراحة لم نكن متوقع الوصول مثل النهائي كان حلم والحمد لله تحقق والآن نطمع في الوصول للنهائي إن شاء الله وليمانا ونواطر كتابة التاريخ لنا نحن المغرب ولكل العرب والأفريقية كذلك إن شاء الله إن شاء الله هو إنجاز ما يحسبش بس المنتخب المغربي كجهاز فني ولعبين لكن هو أكيد يحسب للمنظومة يعني المنوطة بالإشراف على كرة القدم في المغرب بشكل كامل يعني المنظومة كلها أكيد خططت للوصول لهذه المرحلة وليلي الأمور بتبقى ماشية إزاي إزاي خططته وزي ما أنت بتقولي مثلا ما كانش حد يتوقع هناك في المغرب إن المنتخب يوصل لنصف النهائي أقصى الطموح كان في الشارع رياضي المغربي لحد فين في كاس العالم صراحة كان ذلك من الجزء الأخير ديال السؤال اللي هو الطموح ديال الجماعين المغربية اللي كانت كان طموحناه إعادة إنجاز 8 في المكسيك اللي هو الوصول الدور الثاني من المونديان محمد لله يمكن أن أقول أنه من بعد التعادل أمام كرواتيا في دول المجموعات بدأ الطموح يكبر شيئا فشيئا لأننا تعادلنا أمام وصيف بطل العالم وهذا ليس بشيء سهل رأينا كرواتيا ماذا فعلت أمام منتخبات الأخرى بعدها جاءت بالجيكا بعدها كندا ثم إسبانيا الحلم بدأ يتحقق وكل شيء ممكن مع المنتخب المغربي تحدثت عن المنظومة أكيد هناك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة سيد فوزي القجع أكيد هناك عمل كبير هو من يخطط لكل كبيرة وصغيرة لإنجاح الكرة المغربية ليس فقط كرة القدم وكرة القدم للرجال نرى كرة القدم السيدات التي أنجزت هي كذلك كتبت التاريخ نرى كرة القدم داخل القاعة نرى جميع الفئات وجميع الرياضات ليس فقط كرة القدم هناك أكيد هناك شغل كبير هو من عين بالطبع الناخب الوطني وليد الرجراجي خلفا البوسني خالي الوزيتش هو من كل شيء مخطط له أكيد هذا التأهل ليس بالصدفة هو نتيجة عمل كبير عمل وإدارة غير عشوائية ده أمر مؤكد ووضح جدا بدليل النتيجة الموجودة دلوقتي أكيد السيد فوزي القجع يدور كبير جدا ولما بيجي يخطط ليس يخطط لشان يجامل فلان أو علان هو بيخطط لمصلحة الكرة المغربية والنتيجة واضحة برضه قدامنا فبالتالي هتكلم معكم عن الحلم الأكبر وخصوصا أن سقف الطموحات بيزيد وحدة وحدة يوم عن الثاني كلنا دلوقتي بنفكر ليه لا المغرب ما تكسبش فرنسا بطلة العالم مطش طبعا صعب جدا فريق فرنسا أو منتخب فرنسا من أقوى المنتخبات أعتقد هم أقوى منتخب حيواجه المنتخب المغربي من بداية البطولة لكن في نفس الوقت احنا عندنا سيقة كبيرة قوي قوي في المجموعة الموجودة مع وليد الركراكي فهل هل الناس موجودة دلوقتي في المغرب زينا كده بيحلموا بأن ممكن يتم تقطيع عقبة المنتخب الفرنسي ومن ثم التوجه في المباراة النهائية أكيد بعد كل مباراة الحلم يكبر احنا هنا في المغرب كنا نقول قبل كل مباراة قبل مباراة بلجيكا قبل مباراة إسبانيا نقول فقط هذه المرة نريد أن نتأهل فقط هذه المرة نريد أن نفوز فقط لكن بعد ما تغلبنا بالأمس على البرتغال وبلغنا المربع الذهبي نقول لما لا نفوز على بطل فرنسا وإذا كان بطل فرنسا نحن تغلبنا على إسبانيا رغم أننا كنا نقول منتخب إسبانيا إنه قوي وهذا وهذا ولكن نحن كذلك لدينا لعبين جيدين لدينا فرنسا لديهم بافي نحن كذلك لدينا أشرف حكيمي يلعبوا معه في باريسانجيرما لدينا لعبين ينشطون في دورية أوروبية قوية وبصموا على مستويات كبيرة ولما لا نحن كذلك بإمكاننا أن نتغلب على بطل العالم وهو فرنسا ونبلغ لما لا نهائي إن شاء الله كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز أكيد كما نقول إذا اشتغلت بجد ستجد نتيجة بكل تأكيد ونخبة الوطنية أكيد ستستعد هذه المباراة بكل ما لديها ستقدم كل ما لديها لأن حلمها كما يقول الرجالي في أي تصريح وفي أي ندوة صحفية قبل أي مباراة نحن ونحلم ولما لا هذا الحلم لا يصبح حقيقة وإذا اشتغلنا فبإمكاننا أن نحقيق هذا الحلم وهذا ما كان في جميع المباراة السابقة ولما لا يكون إن شاء الله في المرباء الثهبي كذلك إن شاء الله بإذن الله هاجر طب النقلة اللي حصلت يعني برحيل وحيد خليليه زيتش تريبا قبل طول الكاس العلم بشهرين على ما تذكر يعني النقلة اللي تحصل زي كده أكيد لها حسابات محددة ممكن يكون الناس المسؤولة أو فوزي الأقزع كان حاسبها بشكل واضح جدا وبشكل جيد فبالتالي دي كانت نتيجة لكن هل كان فيه ثقة في الشارع المغربي في وليد الركراك إن هو يمسك المنتخب ويقود منتخب المغرب في أكبر محفل وهو بطولة كاس العلم سراحة كانت هناك ثقة ولكن ليست ثقة كبيرة كما التي هي اليوم التي يضعونها اليوم في الناخب الوطني كانت هناك ثقة لأنه قبل أيام كان قد حقق اللقب الأفريقي مع الويداد وجماهير كلها شافت ما قدمه وليد الركراك وقاد الويداد لتحقيق اللقب القاري فأكيد لما لا نضع فيه الثقة ولكن كان هناك تخوف لأنه قبل ثلاث أشهر أو شهرين الانطلاق كاس العالم كان هناك تخوف لأنه سبع لاعبين بعد لاعبين جدود كنا متخوفين من المجموعة وكان بعلهم فترة بعيدة عن المنتخب كان بالهم فترة كان بالهم فترة بعيدة عن المنتخب يعني نعم مثل الزياج أو الحمد لله وهناك كذلك شديرة أو الخنوس الذي أول مرة يستدعى للمنتخب المغربي فكان هناك تخوف من المجموعة ألا يكون هناك انسجام أو يؤثر ذلك على مرضودهم على أرضية الملعب ولكن الحمد لله كان العكس وليد جلبه الروح القتالية والروح الوطنية وانسجام بين المجموعة وهذا شكنا التأثير دياله على أرضية الملعب ربما كذلك هذه الروح الوطنية اللي عنده لأنه مدرب مغربي ويقود منتخب بلاده في المونديان ربما هذا الروح الوطنية كذلك لعبت دور كبير في هذا الإنجاز التاريخي أكيد إن شاء الله الإنجاز يكمل على خير وبشكل أفضل كمان من كده وعندنا ثقة كبيرة جدا بس خلينا أستغل فرصة أنك متواجدة معي وأسألك على الإصابات في المنتخب المغربي إن برح شوفنا إصابتين رومان سايس وحكيم زياش ماذا يعني إمكانية لحقهم بمواجهة فرنسا في نصف النهائي لا صراحة لا يمكننا الحديث عن إمكانية حضور لعب أو غياب ونرغم إصابة جرحنا منذ انطلاق البطولة نرى أن حكيم ومصاب ويلعب نرى سايس كان كذلك مصاب ويلعب نرى العديد من الإصابة مزراوي كذلك وأقرد لدى نغابة على آخر مباراة يوم أمس كذلك كان مصابا يعني اللاعبين يتجاوزون هذه الإصابات ويلعبون من أجل البلد ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز أكيد هناك إصابة بالأمس لم نرى نيف أقرد ونصر مزراوي تم تأويدهما بيحيى عطيات الله وكان يحيى عطيات الله بزرع وجود الياميق عندنا لمؤكد هناك مزراوي ونيف أقردنا سايس بالأمس لم يستطر من إكمال المباراة صراحة هناك شغوك ولكن هناك أيام اليوم الأربعة من الممكن أن يستعد أفياس المالا من غير هذه اللاعبين الحمد لله ونتمنى أن لا تكون هناك إصابات وأن يكون الجميع في جاهزياته لتحقيق الفوز إن شاء الله بإذن الله يا هجر أنا بشكرك شكرا جزيلا وببارك لك وانقلي كل تحياتنا كقناة النادي الأهلي وكشعب مصري بالكامل لكل الأشقاء في المغرب وألف ألف مليون مبروك وإن شاء الله تكملونا الحلم بشكل أفضل من كده كمان وبإنجاز تاريخي بإذن الله ترجمة نانسي قنقر